شهد شارع البحريني عرسا رياضيا كبيرا لم تغب عنه وسائل الإعلام البحرينية سما شاشة تلفزيون البحرين التي كانت في مقدمة المشهد وذلك احتفالا بالنسخة الثانية من يوم البحرين الرياضي الذي أقيم بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلاء الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالتفاعل الإيجابي مع اليوم الرياضي وقد نجحت بامتياز شاشات تلفزيون البحرين في نقل مفردات هذا الحدث الرياضي الكبير بدقة واحترافية امتد طوال ساعات البث سواء من داخل أرويقة الأجهزة الحكومية المختلفة أو عبر القاعات الرياضية المفتوحة التي خصصت لممارسة حزمة من الأنشطة الرياضية أو من خلال المتنزهات والساحات العامة التي استقبلت المشاركين من كل الأعمار والشرائح كان وراء هذا النجاح جهود الجميع داخل وزارة شؤون الإعلام إذ تضافرت جهود العاملين بها من أجل تحقيق هذا الامتياز الذي لفت أنظار المهتمين والمتابعين وجاءت توجيهات وزير شهود الإعلام السيد علي بن محمد الرمحي بتوفير كل الموارد لتغطية وبثي فعاليات اليوم الرياضي إذ تم تشكيل وتأسيس لجان متخصصة من الكوادر الوطنية المؤهلة وتكريس كل الامكانات من غرف تحكم واستوديوهات فضلا عن الفنيين والمهندسين وطواقم التصوير وفرق الاعداد والمتابعين وذلك لإخراج هذا الحدث المهم بصورة مميزة وشملت الخطط العلابية المعدة جملة من الفقرات والتغطيات الخارجية المباشرة والتسجيلية وشارك فيها نخب من نجوم الشاشة ومن الرياضيين حيث استطاع التلفزيون الوطني وبكل احترافية نقلة وتغطية هذا الاحتفال الرياضي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة